استنفار أمني وانتشار كثيف للشرطة بعد انفجار عبوة ناسفة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيو دالهي حادث وصفته إسرائيل بالصغير لكنها أكدت أنها تتعامل معه على أنه حادث إرهابي حيث قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده تتعامل مع الانفجار الذي وقع قرب سفارتها على أنه محاولة إرهابية بينما أفادت شرطة نيو دالهي بأن الانفجار كان عن طريق عبوة بدائية الصنع ضعيفة ولم يلحق أضرارا بمبنى السفارة ولن يسفر عن وقوع إصابات مضيفة أن الحادث هو محاولة خبيثة لإثارة الهلع الانفجار تزامن مع تواجد الرئيس الهندي ورئيس الوزراء على بعد كيلومتر واحد من مكان الحادث حيث كانا يشاركان في احتفال عسكري بينما يعيد الحادث إلى الأذهان الانفجار الذي وقع في مطلع عام 2012 حيث استهدف سيارة دبلوماسية إسرائيلية في نيو دالهي أدى إلى إصابة أربعة أشخاص